في الأربعينيات بدأت تظهر النصوص الأولى للرواية وخصوصاً باللغة الفرنسية مع الرواد محمد ديب كاتب ياسنين ملك حداد موليوم عمري عمر وشير غير ذلك لهذا كانت مرحلة تأسيس وإرهاصات ورغم ذلك في بعض النصوص الرواية هناك إشارات عند كاتب ياسنين لأن كاتب ياسن كان شاب وهو من الشباب الذين سوجنوا خلال تلك الأحداث وأفضل ذلك عصبياً على واردته وهو مشكل بالنسبة له جرحاً رمزياً يد تجلى في مختلف النصوص التي كتبها نفس الشيء بالنسبة للملك حداد ملك حداد يقول بأن أحدث تمانية ما كانت بمثابة الصدمة التي خلخالته وزعزعته وجعلت رؤيته تتبلور وتتشكل إلى الحد الذي وصله عندما قال الفرنسية مفاية عندما كان يحس بتلك القربة والعزلة من أجل استعادة هويته نفس الشيء بالنسبة لعمروش ونفس الشيء بالنسبة للمحمد ديب عندما أحضر كل المظاهر التي كانت سائدة في الأربعينيات والتي عجلت كان نتيجة مشاركة بعض الجزائرين في الحرب العالمية الثانية وانتدارهم للوعود الفرنسية بمنحهم استقلالهم كل ذلك شكلة الانتلاقة التي أسست للطورة التحريرية أو في 845 صنعت الجينات التي سنعت التورة التحريرية رواية تاريخية بالمعنى الدقيق لمفهوم كلمة رواية تاريخية وهناك بعض المختصين الذين يقولون بأن في الجزائر لم توجد هناك أي رواية تاريخية حتى الذين كتبوا روايات وقالوا بأنها رواية تاريخية في طرح بعض النقاط ليست رواية تاريخية بالمعنى الدقيق لكلمة هنا الآن مثلا عالميا وخصوصا في الفترة الراهنة هنا قراء يتابعون ما يكتبه مثلا أم المعلوف تلك هي الرواية التي تكون مبنية على معطايات ثم يوظيف الرواية الاستغالة على المخيل التعاه من أجل إعطاءها أبعاد أخرى هي في الحقيقة كما قلنا الرواية ما نشأت عندنا حادثة وحتى البحث التاريخي لم يتبلور بالشكل الدقيق إلا في السنوات الأخيرة كان هناك العمل تعرواد وهناك عمال مهمة لكنها محصورة في ضوائر أكاديمية مغلقة لم تنتشر هناك بعض الشهادات ولكن هذا كله لا يبرر النقص لأنه يمكن للرواية أن تعتمد بدل البحث التاريخي على شهادات الناس اللي عايشوا تلك الأحداث الروائي اللي عايش تلك الأحداث وبحد ذاته على الدكريات على أمور كثيرة ليس فقط أحداث مانيما لكن محطات كثيرة من تاريخنا غير مشتغل عليها فنيا وجماليا والاشتغال الفني والجمالي هو الاشتغال الحقيقي في التاريخ لأنه كما يقول الفيلسوف فرنسي بورريكار هناك الهوية السردية هوية شعبنا ومخيلتي وشخصيته تسخ الأعمال الإبداعية سواء في السينما أو في الرواية وغيرها يمكن أن تدارق هذا الخالل عندما ينتبه الكتاب والفنانين سواء في السينما وغيرها إلى ضرورة استيعاب هذه الأمور لإطلاع عليها ومتبعتها والبحث والتقصي أحيانا الإنسان اللي يكون يحترم العمل التاع عندما يريد أن يحضر عمل يخصص فترة للبحث والتقصي وجمع المعطيات وجمع الوثائق من أجل أن يؤسس لعمل حقيقي هذا من ناحية ناحية ثانية كذلك المبدع الحقيقي هو المبدع الذي لا ينساق وراء المواجات مثلا في هذا الفترة 13 موضوع يكتب في هذا الموضوع إنما يكتب الأشياء اللي هو مقتنع بها واللي هو يرى بأنه سيضيف إضافة إلى رصيد ما هو مكتوب إن أبدع فيها